حالات الخلع في الكويت ظاهرة انتشرت بسرعة في ظل أرقام تتحدث عن أكثر من 600 حالة مخالعة من بين 1600 حال الطلاق خلال ستة أشهر قضية صلتنا الضوء على حيثياتها مع المحامية نيفين معرفي أحياناً الزوجة تعسف في تطليق زوجته أو تأخذ القضية أشهر في المحاكم وتريد هذه الزوجة التخلص من آلام الزوج وآهات المشاكل اللي في البيت خصوصاً إذا كان فيه هناك عنف أسري أو عنف ضد المرأة فتبي تستعجل الطلاق فتقول له تعال يا رجل مقابل هذا إذا أنت تبي تعذبني أنا بتخلص وما أقدر أرفع قضية تأخذ وقت تطليق للضرار مع أن المحكمة تطلقها وأنا أرجح دائماً شفت طلاق للضرار بالمحكمة فتقوم تقول لا تنازل عن نفقتي هي ما لها حق بالأصل تتنازل عن نفقة العيال ولكن ممكن تتبرع في نفقة الأبناء وتقول أن أنا آخذ مبلغ بسيط مقابل ذلك لأنني لا تملك التنازل عن مال الغير أحياناً الزوج يقول أنا عندي شرط عشان أخالعش يبدي عادة هنا يتشرط شنو الشرط؟ يقول لها ها تنازلي عن العيال وأنا أخالعش طبعاً شرعاً هذا الشرط باطل لا يجوز وإن تم الاتفاق عليه نقدر إحنا نبطلها بالمحكمة وايد عندنا تقارير طبية زوج طاق زوجته سبها أهانها حجز حريتها الوسائل الإلكترونية عندنا زادت الزوجة تبي تأخذ حريتها تبي أيضاً يعني هذه تعتبر مميزة يعني بالعكس يعني المزوجة تبي تأخذ حريتها المطلقة إحنا ضد هذا الشيء الحرية لها حدود أيضاً عشان ما نظلم الرجل تتعدد الأسباب القانونية لحالات المخالعة في الكويت والتي تحولت إلى ظاهرة ولكن ماذا عن الأسباب النفسية والاجتماعية؟ المتخصصون في علم النفس والاجتماع يرون أن المبالغة والجرأة غير مبررين في طلب الخلع صار في نوع من الجرأة في ذلك يعني في السابق يعني من اللي تخلع زوجها إلا يعني الزوج كان مثلاً حشاش أو أنه يشرب أو أنه مريض نفسياً أو عاجزياً هنا المرأة تخلع زوجها عندها المبررات في الخلع يعني صار فيها نوع من المبالغة أكثر لأدفع الأسباب والله أنا والله شكلك مو أعجبني يلا أو أنه والله أنت ما قاعد تصرف عليه والله يلا والله أحس أنك أنت ما قاعد تعامل مثل ما زوج صديقتي يعامل صديقتي لا مع السلامة فبدأت يعني على أدفع الأسباب هنا عاد إيه يعني منطق يقول والله أنا حريتي ويؤكد القانونيون أن المشرع الكويتي تعاطى مع الخلع كشرع ولكن لم يتطرق إلى حق الزوجة في مقاداة الزوج بدعوة تسمى دعوة خلع ابتسام رمال أرأي ترجمة نانسي قنقر